السلام عليكم ورحمة الله الطريقة الصحيحة لمسك القلم الكثير من المتابعين سألوني ما هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم تابعوا معي الآن نضع هذا قلم رصاص منهم من يمسك بهذه الطريقة وهذه طريقة خاطئة بعض الطلاب وجدتهم يمسكون قلم بهذه الطريقة وهذا خطأ وهناك من يمسك بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة هذه كل طرق خطأ لاحظوا الآن هذه الوسطى لاحظوا الآن مكان مسك القلم أثره نضع القلم الوسطى تكون هي كالمسند ثم تأتي السبابة والإبهام لاحظوا كيف الوسطى هذا مكان القلم أثره على أصبع واضح من كثر الكتابة أثناء الكتابة إذن بهذه الطريقة يكون قلم الرصاص أو قلم الحبر العادي الجاف مستند على لاحظوا كيف على الوسطى ثم السبابة والإبهام من الأعلى أكتب معكم هذه الجملة أتمنى أن تتدربوا عليها الأدب خير من الذهب إذن أعيدوا الفيديو مرة أخرى حتى تشاهدوا كيف استطعنا أن نمسك القلم بالطريقة الصحيحة لأن الكثير من الطلاب للأسف يمسكونه بطريقة خاطئة ربما بعض المعلمات أو المعلمين وخاصة أقول الطلاب الذين يدرسونهم من غير العرب ربما بعض المعلمين يمسك القلم بطريقة غير صحية لكن هذه الطريقة المريحة تدربوا على هذه العبارة ثم اكتبوا لي ما تحتاجون إليه من أسئلة في التعليقات لكم مني كل المحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لم تكنوا قد اشتركتم في القناة هيا اشتركوا ولاحظوا كيف أثر القلم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة